اهلا بحضراتكو عامل ايه رب اكونوا بخير وفي احسن حال زي ما حضراتكم متعودين من مبارك في فكرة تانية بحاول دايما اندل حضراتكو افضل الاستراتيجيات على الانترنت اللي تقدروا تحققوا من خلالها ارباح ممتازة جدا وزي ما حضراتكو عارفين وامتابعين ان انا دايما بحاول اجيب لكم الحاجات اللي ما اتشرحتش قبل كده في الوطن العربي وفي نفس الوقت حاجات مؤكدة تقدروا تحققوا من خلالها ارباح اكيدة بازن الله تعالى ولازم حض عارفين ان خير الناس انفحهم للناس معنا كده ان هي دي نيتي وهي دي المصدقية اللي انا بحاول اقدمها لك فيه قناة فكرة تانية عشان كده لبكل الطلب من حضرتك انك تجيب ورقتك وقلمك وتركز معي في حلقة النهاردة لانها من اسهل ما يكون وهو شغل مجاني تماما تقدر ان انت تقوم به سواء من الموبايل او من الكمبيوتر من غير اي مشكلة اطلاقا طبعا كل الطلب من حضرتك دعوتك الجميلة لايقك الجميل عشان تدعمني في البداية وعشان ما اطولش عليك اصلا من ك ده يلا بينا نخش في الشرح اهلا بحضراتكم مرة تانية معكم اخوكم مبارك من قناة فكرة تانية لكل المتابعين والاعزاء اللي دايما بيسألوني ايه هي افضل الاستراتيجيات اللي نقدر نربح من خلالها يا مبارك دايما اهم الاستراتيجيات اللي ممكن حضرتك تشتغل عليها وتربح من خلالها هي الكتب الالكترونية وعشان تشتغل في كتب الالكترونية بعيد عن امازون لان امازون معقد شوية اللي هو امازون كيندل وبيحتاج ان انت تشتغل على نفسك كتير وت تنشر وتماركتنج للكتاب بتاعك بشكل مكسف جدا عشان تحقق ارباح على عكس الموقع اللي انا جايبه لك النهاردة هو اللي بيدعمك وبيبتد ان هو يدعم الكتاب اللي حضرتك بتنشره عليه في كل المنصات العالمية وده اللي حضرتك هتشوفه معي وبشكل مجاني تماما هتيجي تقول لي طيب والموقع بيستفيد ايه بيستفيد ان كل ما بيع بالتن مع الكتاب بتاعك ده هو بياخد عشرة في المية وحضرتك بتاخد تسيين في المية من ارباح الكتاب خصوصا ان حضرتك اللي بتحط السعر بتاعه وحضرتك اللي بتقدر تعمل كل التفاصيل بتاعته وبشكل مجاني تماما زي ما حضرتك هتشوف معي تاليا طبعا الموقع هنشوف التسجيل فيه في النهاية عشان بس مش هتتتاكش ولكن في البداية لما بتعمل تسجيل الدخول بيبقى دي الصفحة الرئيسية اللي قدام حضرتك كل اللي عليك انك هتدوس على كلمة ماي بوكس بالشكل ده بعد كده هتدوس عشان تبتد ان حضرتك تعمل انشاء كتاب الكتروني بعد كده هتدوس على عشان نبدأ في انشاء الكتاب الالكتروني الخاص بينا تمام شباب بعد كده هيزهر لحضرتك بعض التفاصيل اللي لازم حضرتك تعلم عليها وتملاها عشان الموضوع في البداية بتاعته يبقى بشكل احترافي وصحيح بنسبة مية في المية هو هنا بيقول لك في الاول الكتاب بتاعك ده ليه غلاف ولا ملهوش فطبعا لو ملهوش غلاف بتدوس ايضا تهافق وده مش صح اطلاقا المفروض ان حضرتك بتعلم عشان ترفع الغلاف بتاع الكتاب بتاع حضرتك طبعا هو بيقول لك هنا الغلاف المعتمد عندنا بيكون من الف وستمائة في الفين وربعمية ده المقاس الصحيح لاي غلاف كتاب طيب انت دلوقتي مسلا لو علمت عليها كده وعاوز ترفع كتاب او الغلاف بتاع الكتاب بتاع حضرتك تعمل حاجة زي كده ازاي او تعمل الغلاف بتاع حضرتك ده ازاي هتبتدي حضرتك ببساطة تروح للموقع اسمه وده موقع بيسمح لك انك تعمل اي تصميم انت عاوزه بشكل مجاني تماما كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل بعد كده هندوس طبعا هو قال لنا ان الكتاب بتاعنا لازم الغلاف بتاعي بألف و وربعمية فهاجي هنا كده اكتب الف وستمية في الفين وربعمية طبعا ده العرض وده الطول بعد كده هنسيبها بكسل زي ما هي وندوس كدية نيو ديزاين انا ماشيها مع حضرتك خطوة بخطوة عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط بالنسبالك طيب احنا كده عملنا المقاس الصحيح بتاع الغلاف ولكن انا مش عارف اعمل تصميم احترافي حاسة ان انا ما عنديش القدرة الابداعية اللي انا اعمل بيها تصميم معين على سبيل المثال لو انا هعمل الكتاب الالكتروني بتاعي عن الصحة النهاردة فانا هاجي كده من على الشمال فوق احنا على نفس الصفحة وهكتب مسلا هنا هلسي انا مسلا هعمل حاجة او كتاب الكتروني لي علاقة بالصحة هتلاقي حاجات كتيرة جدا ممكن ان حضرتك تاخدها كغلاف وتعدل عليها بشكل اه يخص حضرتك على سبيل المثال خلينا ناخد اول الغلاف ده كده وطبعا هتبتد ان حضرتك اه تعدل عليه بالشكل المناسب ليك طبعا انا لما جيت اختار التصميم ده قالي ان التصميم دوت في الحقيقة بفلوز فالتصميم ده بالنسباني مش م اختار حاجة تاني تبقى مجانية تماما وابتدي ان انا اعدل عليها فاختار التصميم ده زي ما حضرتك شايف هو ده تصميم مجاني اقدر ان انا اشتغل عليه من غير اي مشكلة على سبيل المثال انا اوكي هشتغل على هعمل كتاب الكتروني دي علاقة بالتريكات بتاعة الاكلات اللي خاصة بالضايط طبعا هنا انت يفضل ان انت تكتب اسم حضرتك اللي بيكون على الموقع مسلا انا هكتبه هنا فكرة تانية لازم اسم حضرتك يبقى على الغلاف بتاع الكتابي انا ممكن نخليه مسلا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده طبعا انا بحاول اقول لحضرتك الكتاب تعمله ازاي وازاي يتعدل عليه طبعا انت ممكن تتعدل في اللون بتاع العنوان بالشكل ده تختاره مسلا لون زي كده ممكن تغير برضو في الالوان اللي تحت تختارها حاجات لديها علاقة او تكون واضحة شوية مسلا اللون الاصفر ده انا انا شايف ان هو بيوضح الكلام اكتر من الابيض طبعا دي هنشيلها بالشكل ده طبعا ممكن تخلي الفونت بتاعك بولد او عريض تقدر ان انت تكبره من هنا بالشكل ده او تتكبر الفونت على قد ما تقدر كل دي حاجات حضرتك ينفع تستخدمها وتشتغل بيها طيب انا على سبيل المثال عاوز اضيف برضو حاجات مميزة لان الكفر ده اكيد في ناس كتيرة هتكون بتستخدمه فانا ممكن ايجي كده من وقت مسلا هنا بحيث ان احنا نشوف حاجات نقدر نضيفها على الكفر ده تحسن منه وتعدل فيه فانا ممكن مسلا اجيب حاجة زي كده اصغرها شوية مسلا وابتدي ان انا احطها في الجزء اللي على الشمال ده مسلا اخد حاجة تانية زي كده ابتدي ان اخدها احطها تحت كده طبعا ممكن تقالق بتاعتها ما تبقاش مكسافة قوي كده ممكن نخليها بالشكل ده بحيث انها ما تبقاش شاذة قوي عن التصميم اللي ولا الكلام بتاعنا بالشكل ده طبعا فيه اي كلام تحت شايفه شيله لازم تبقى الحاجة بتاعتك خاصة بيك فانا على سبيل المسال خلاص خلصت الكفر بتاعي بالشكل ده هعمل فايل ونزله بان جي او جي اب جي ولكن يفضل النهاية تبقى جي اب جي بعد كده هعمل هنزلها على الجهاز بتاعنا بشكل مجاني جميل جدا ابتدي ان هنزلها عندي وابتدي ارجع للموقع ونرفع الغلاف مع بعض مرة تانية اهو ونرفع الغلاف مع بعض تمام شباب هنلاقي ان الغلاف بتاع الكتاب بتاعنا اترفع من غير اي مشكلة وبشكل احترافي تماما شرنا اي حاجة مكتوبة حطينا الاسم بتاعنا حطينا ان ده كتاب الكتروني وحطينا بعض التفاصيل اللي اتميز الكتاب ده وتخليه خاص بينا احنا او الكفر بتاع الكتاب ده بقى خاص بينا طيب احنا دلوقتي زي ما اتفقنا كنا بنعمل غلاف للضيت فود تيبس هتاخد العنوان ده زي ما هو كده وتروح على شات جي بيتي او جوجل برد وتقول له اعمل لكتاب الكتروني احترافي عن الموضوع ده وزي ما حضراتكم شايفين انا كتبت له اكتب لي كتاب كامل الكتروني عن الضيت فود تيبس وبكل الشابترز والجايد لاينز مع كامل التفاصيل والتوضيحات لكل شابتر بحيس ان هو بس ما يكتب ليش مجرد ويقول لي شكرا لا انا عاوز يكتب لي كتاب مفصل اقدر ان انا اشتغل به طبعا تقدر حضرتك تستخدم نفس النبزة مع تغيير طبعا اسم الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه يعني هتشيل الجزئية دي فقط بعد كده هنقول له ابدأ تمام شباب هو هنا كتاب لي كل شابترز الكلها بالجايد لاينز اللي جوه كل شابترز زي ما حالكه شايفين بعد كده كتب لي عن كل شابتر التفاصيل اللي جوه منه زي ما حالكك شاث شايف بشابتر وان التكالم عن اهمية ال ضيت والكلام ده كله شابتر تو ب univers breakdown الي هو يتكلم فكل اللي عليك دلوقتي ان حضرتك تاخد الكتاب بكتاب ده تنسخوا بكم الكل الكلام ده في ملف وورد. تمام شباب زي ما حضرتكم شايفين معي طبعا احنا بنيجي في ملف الورد بنحط الغلاف بتاعنا في اول صفحة قبل ما حضرتك تنقل الكتاب اللي حضرتك عملته على شاتجي بيتي او جوجل برد حتى كل اللي عليك لما بتفتح ملف اول حاجة تعملها انك تعمل الغلاف بتاعك في اول صفحة. بعد كده هتبتدى حضرتك تنزل تحط طبعا العنوان بتاع الكتاب بتاعك. بعد كده بننقل او اللي شاتجي بيتي او جوجل برد كتبها لك. خلي بقى لحضرتك النقاط اللي انا بقول لها لحضرتك دي. مهمة جدا جدا لان الكتاب بتاعك لما يظهر بشكل احترافي. ويحقق مبيعة في التانية في التالتة وهو بريك ازاي تحقق المبيعات دي. انا ما بسبكش دايما فهي حلقة اللي ما بديك دايما الحل بتاع كل حاجة. طيب اهم حاجة ان الفونت بتاعك يبقى مميز. يعني ما تجيش تنقل الحاجة من شاتجي بيتي مثلا او جوجل برد وتحطه بالفونت التبريدي ده لازم العنوان دايما والعنوان الجانبي الرئيسي زي يبقى بخط مميز حضرتك تختاره من الخطوط او الفونتس دي في الجنب دي ولازم تبقى وغدى آآ خط اكبر من الخط العادي. لازم دايما حضرتك تبقى ماشي بشكل احترافي جدا وانت بتعمل الكتاب بتاعك. طبعا النصايح دي لازم تعملها عشان تنجح في المجال ده لو انت حابب تكمل فيه. فانا لازم انا قل لك تجربتي بشكل كامل بما يردي اللا. كمان حضرتك لما تيجي جوجل او ترجمة جوجل لو انت مش فاهم الكتاب بتاعك آآ كل موضوع فيه بيتكلم عن ايه. وتبتدي ان حضرتك تجيب صورة عن كل جزء من الاجزاء دي بيعبر عنها. ده بيخلي الموضوع الشكل واحترافي اكتر ومميز ويخلي نجاحك فيه الاستراتيجية دي مضمون بالنسبة مئتين وخمسمية في المية كمان. عشان كده كان لازم علي انقلك اهم النقاط اللي تستخدمها. على سبيل المسال زي ما حضرتك شايف في شابطة وان لم حبيتي ان انا اتكلم عليه حطيت صورة معبرة للشابطة ده. طيب انت عشان تجيب صور لها علاقة بالكتاب الالكتروني بتاعتك بتعمل ايه? بتروح على موقع اسمه بكسب ايه. مسلا انت على الموقع ده تسجيلك عليه مجاني تماما لا احنا بديتكلم على الضايت فانا بكتب كلمة ضايت بالشكل ده. بتلاقي صور كتيرة طلعت لك شكلها احترافي والجودة بتاعتها عالية جدا. كل اللي عليك انك بتدوس على اي صورة عجبات بالشكل ده وتعمل لها ده واللوت بشكل مجاني من غير اي فلوس اطلاق على الموضوع كله مجاني تماما. تماما شباب انا كده الكتاب بتاعي جاهز وما فيش فيه ولا غلطة ومعمول بشكل احترافي تماما حطينا كل حاجة زي ما قال الكتاب بالزبط. بعد كده بنعمل ونسجل او نعمل الحفظ للكتاب بتاعنا في سيغة زي ما هو على الجهاز بتاعنا بالشكل ده. طبعا نسميه ضايت وطبعا يفضل ان تسمي الكتاب بتاعك بنفس الموضوع اللي انت كاتب بالكتاب بتاع حضرتك وندس سيب. تمام شباب هنيجي بعد كده الجزئية مهمة وهي العنوان بتاعك كتاب بتاعنا طبعا احنا عاملين كتاب بتاعنا عن الاكلات في الفين اربعة وعشرين. طيب انت كتاب بتاعك ده مكتوب باي لغة طبعا تقدر تعمل كتب الالكترونية بالعربية باي لغة عاوزها حضرتك مدعومة بكل اللغات من غير اي مشكلة هتلاقي قربك موجودة هتلاقي فرنش موجود كل اللغات مدعومة ينفع تعمل كتب الالكترونية ازاي ما انت عاوز طيب بعد كده طبعا فكرة تانية عشان كده قلت لك لازم تحط على الغلف بتاع حضرتك اسمك اللي انت مسجل به في الموقع وهنشوف الكلام ده ازاي بتسجل على الموقع وازاي بتزبط الكلام ده ولكن في النهاية فخليك ملكز معي طيب هنيجي بعد كده نحط التفاصيل التالية اهم جزئة لازم حضرتك تعملها هي الكلمات المفتاحية يعني مثلا نكتب ضايد بالشكل ده وندوس انتر ضايد وندوس انتر طبعا تقدر تضيف كلمات مفتاحية كتير جدا لحد تحت ولكن اهم حاجة هنا انك تحط الكلمات المفتاحية فعلا اللي حضرتك كاتب بها الكتاب الالكتروني بتاعك عشان اي حد ببحث عن الموضوع ده يزهر له الكتاب تحضرتك حتى في جوجل او اي محرك بحث مثلا ضايد الفين اربعة وعشرين طبعا يفضل انك تحط كمان اسم حضرتك لان الناس اللي هتفضل تابعك بعد كده وتشوف اه شغلك هتبحث عن الاسم بتاعك فيفضل انك تحط برضو الاسم بتاع حضرتك بعد كده حضرتك بتعلم على الاختيار ده ان الكتاب بتاعك مناسب لجميع الاعمار وجميع الفئات وما فيش فيه اي صور تسبب مشكلة للاطفال فطبعا لو علمت على الاختيار ده فانت هنا بتختار فئة معينة اللي هي فئة القبار طيب هنيجي بعد كده هنا اللي ليه علاقة بالنتش اللي انت بتتكلم فيه يعني مسلا احنا بتكلم من دلوقتي عن نتش الصحة فلازم نختار اللي ليه علاقة بالتخصص اللي حضرتك اخترت تكتب عنه فانا مسلا بتكلم عن الضايد فهي اكتب هنا ضايد هيبطي ان هو يخصط لي الحاجات اللي ليه علاقة بالضايد يعني على سبيل المسال هنفتح كيه لما اسمها بعد كده هتلاقيه فيه حاجة اسمها ده بالنسبة لنا بعد كده انا نلاقي بعد كده او فطبعا الاتنين دول بيندرجوا تحت التخصص بتاعي فاختار التخصص ده والتخصص التاني لان بشكل عام انا الكتاب بتاعي بيتكلم عن في الفين اربعة وعشرين بعد كده هقول له تمام شباب هنيجي بقى للجزئية البسيطة دي بيقول لك ارفع الكتاب بتاعك احنا طبعا كنا مجهزينه في ملف بتاعنا نبدأ ان احنا نرفعه بالشكل ده تمام شباب قالنا ان الكتاب بتاعنا تم رفعه بنجاح من غير اي مشكلة هنيجي بقى للوصف بتاع الكتاب طبعا احنا لو رحنا لكتاب بتاعنا كده هنلاقي ان هي اللي حضرتك بتاخدها دايما بتاخد بتاعة الكتاب اللي هي بتبقى في شابتر غالبا وناخدها بالشكل دوت ونرفعها طبعا انت بتاخدها لحد العنوان نفسه اهو الشكل ده نسخ ونروح نحطيه هنا بالشكل اللي حضرتك شايفو ده طبعا انت ممكن تزبط برضو تخلي دي بالشكل ده يعني تبقى دايما الحاجة بتاعتك احترافية وشكلها حالو عاوز تخليها ورد ميلة شوية ما فيش اي مشكلة تزبط الحاجات دي ممكن ترقم كمان وتحط نقط زي ما انت عاوز طبعا ده وصف اضافي اختيالي مش نازم ان احنا نعمله طيب بعد ما بننزل تحت هنختار ده بيخليه ان هو يدي للكتاب بتاع حاضرتك رقم مميز عنده على الموقع بعد كده هنعمل بعد كده في الصفحة دي حاضرتك هتنزل تحت وتقول لان ما فيش حاجة حاضرتك هتعملها هنا تمام شباب في الصفحة دي هو بيبتدي يقول لك ده شكل الكتاب بتاعك من جوا لو جينا كده نقلب هيقول لك دي الكتابة بتاعتك طبعا انت ممكن تغير في شكل التركيم والحاجات دي لو دست على بشكل ده هتلاقي بيغير بشكل احتراف شوية في طريقة التركيم والحاجات اللي جوه الكتاب ولكن دي حاجة مش مهمة قوي يعني هننزل بتاعت نعلم على الاختيار ده عشان يبتدي ان هو يطرح الكتاب بتاعنا في منصات علامية وتبتدي ان حاضرتك تحط السعر بتاع حاضرتك وده اللي انت هنشوفه في الخطوة الجاية ولكن قبل ما نروح لها ده وقت سؤال الحلقة والمسابقة الاسبعية اللي انا حبيت اطرحها لكل اللي محبين فكرة تانية والكل اللي امتبعني لحد هذه اللحظة يا شباب في المسابقة اسبعية قمتها مية دولار هتقدم العشر فائزين يوم الجمعة القادمة اللي بتنتهي غدا الساعة اتناشر مساء شروط المسابقة ببساطة ان حضرتك بتعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة وتفايل زر الجرس وانك تجاوب على سئل الحلقة اللي هبتدي اطرحه على حضرتك حيانا عشان تكون مؤهل للفوز بالجهزة الاسبعية اللي قمتها مية دولار وسؤال الحلقة ببساطة بيقول ما هو موضوع او محتوى الكتاب الالكتروني الذي تم انشاؤه في حلقة اليوم كل اللي عليك ببساطة انك تجاوب السؤال ده في التعليقات التحت يلا بينا نكمل طبعا شباب بعد كده هدوس بالشكل ده نيجي بقى الجزئية المهمة جدا 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 اللي بيميزك فيها الموقع بصراحة بتاعنا اللي هو اسمه الموقع طبعا هتلاقي نساويب لك اللينكات بتاعته او اي موقع انا بشرحه في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت هنا الموقع بيقول لك ابتدي حط السعر بتاعك لكتاب ده لان احنا هنبتدي ننشره على كل المنصات اللي حضرتك شايفها دي دي تعتبر يا شباب اهم المنصات لكتب الالكترونية في العالم ومن ضمنهم امازون طبعا ويه حاجات تانية كتير فالمهم هنا ان احنا نحط سعر مناسب سعر يخلينا ان احنا نحقق مبيعات كاب داية فلو على سبيل مثال حطيت هنا خمسة دولار سعر الكتاب بتاعي هيقول لك والله الكتاب بتاعك لما هيتعرض على المنصات دي ومن ضمنهم المنصة بتاعتنا انت هتبتدي تاخد ارباح بتتراوح من تلاتة دولار لحد اربعة دولار تقريبا زي ما انت شايف ده لبحك على كل منصة من المنصات دي اللي هيظهر عليها الكتاب بتاع حضرتك وطبعا من ضمنهم قبل وكوبو فطبعا دي حاجة كويسة جدا لو حبينا ننشر على امازون الكتاب بتاعنا هناخد ارباح تلاتة دولار على كل مبيع بالتنم على امازون ولكن طبعا لازم في البداية اتعلم عنيه بالشكل ده وبعد كده حضرتك بتعلم على كل الاختيارات اللي حاك شايفها بالشكل ده وتدوز كونتينيو هتبتدي ان حضرتك بالشكل ده يبقى الكتاب بتاعك ظاهر على امازون طيب ايش معنى يا مبارك الخمسة دولار هو السعر الافضل لان حرفيا ما فيش كتاب الكتروني بيتعمل بيكون سعره اقل من كده الا لو انت عاوز بقى يعني اتموت السعر شوية وخديته مسلا تلاتة دولار او اتنين دولار حتى هتبتدي ان انت تاخد دولار على المبيعة ممكن تعمل حاجة زي كده لو انت وصلت من ابداعك في الكتاب الالكتروني بتاعك وانت اللي حاطت فيه تطشات كتيرة تخص حضرتك ولكن لو انت اللي عامله كله بالزكاء الاستنائي فانا شايف ان من اتنين دولار لخمسة دولار جميل جدا لو انت عامل بقى حاجة واو ما حصلتش ممكن تخليها من سبعة دولار لعشرة دولار مفيش فيها اي مشكلة هننزل تحت خالص كده ونعمل صمت عشان نبتين ان احنا ننشر ايه كتاب بتاعنا كمان حاجة اضافية قبل بس ما نعمل ناشر الكتاب بتاعنا لازم تدوس على وتعلم على كل العملات دي لان احيانا معظم المواقع اللي احنا قررنا ان الكتاب بتاعنا يبقى عليها بتدفع بعملات مختلفة على حسب اللي عاوز يشتري الكتاب بتاع حضرتك من انه هي دولة بالزبط فتأكد انك تعلم على كل العملات دي وبعد كده بتدوس على بعد كده هننزل تحت ونعمل بعد كده حضرتك بتعلم انا صاحب ده او المحتوى ده تمام بعد كده بتعلم على الاختيار ده بعد كده بتقول له انشر الكتاب بتاعي تمام شباب زي ما حضرتكو شايفين الكتاب تم ناشره بشكل احترافي على الموقع من غير اي مشكلة اطلاقا تمام شباب زي ما حضرتكو شايفين اخيرا تم ناشر الكتاب بتاعنا على موقع بشكل احترافي كمان كمان الكتاب بتاعك بيزرع على منصات عالمية كبيرة جدا زي اللي حضرتك شايفها وكل ده برضو بشكل مجاني يا دوبك الموقع بياخد من حضرتك عشرة في المية من ارباحك يعني زي ما اتفنى لو انت مثلا بتاخد على الكتاب اتنين دولار ربح هو بياخد منك عشرة في المية ارباح يعني عشرين سنت تقريبا وانت بتاخد دولار وتمانين سنت ربحك للمبيعة الوحدة طيب حضرتك عاوز تجيب ناس غير الترافيك اللي على الموقع ده لان الموقع ده عمل زي امازون وغيره من المواقع دي ليه الترافيك وجمهور بتاعه اللي ممكن يتطلع على الكتاب بتاعك بشكل طبيعي جدا ولكن حضرتك عاوز تجزب جماهير تشوف الكتاب بتاعك وتزود مبيعاتك بشكل اكتر زي ما انت شايف هو ميديك هنا لينك للكتاب بتاع حضرتك لو خدته ينفع انك تنشره على اي اه منصات للسوشيال ميديا ويتروج للكتاب بتاع حضرتك ويجيب له زوار وبالتالي اي زائر هيبتدي ان هو يعجبه الفكرة والموضوع بتاعك الكتاب خصوصا ان هو هتطلع على اول صفحة من شابتر وان واول صفحة من شابتر طوفة هيعرف الكتاب بتاعك موضوعه بيتكلم عن ايه تحديدا وهيبتدي ان هو يشتري طيب يا مبارك نعمل حاجة زي كده زي ده لانا حابب اعرفه لك في الخطوة التالية يلا بينا تمام شابت بالنسبة لجذب الجمهور زي ما انتم عارفين ومتعودين معي في اي حالة انا ببتدي اشتغل عليها في جذب جمهور او الحصول على ترافيك بشكل مجاني مفيش افضل من زي ما احنا متعودين مع بعضينا هندوس عليها من على الشمال فوق بعد كده هندوس على كلمة عشان نبتدي ان احنا نعمل المنشور بتاعنا تمام شابت اول حاجة زي ما اتفقنا نبتدي ان احنا نرفع مع بعضينا مسلا وليكن ده ده ممكن فيديو انا جايبه ممكن حقيقة تحط فيديو تحط صورة ولكن انا حبيت اجيب فيديو ليه علاقة ليه طبعا بيجيبه برضو من على بيكسا بيجيب فيديوهات تستخدمها بشكل مجاني مفيش فيها اي مشكلة هبتدي ان انا اروح على الكتاب بتاعي اخد العنوان بتاعي بالشكل حقيقة شايفه ده ارجع لبنترست احطه هنا في العنوان بعد كده بناخد بتاعتنا او المقدمة بتاعت الكتاب اهي موجودة ناخدها زي ما هي كده ونحطها بعد كده اللينك بتاع الكتاب نفسه برجع للموقع وابتدي اخد لينك الكتاب زي ما اتفقنا وارجع احطه في ارخانة بتاعت البورد هنا بتنشئ بورد اللي هي علاقة بالكتب الالكترونية انا عامل بورد اسمها بعد كده بحط الكلمات المفتاحية بتاعتي مثلا بالشكل ده واختار اه تريد بعد كده عشان الناس اللي بتدور على الحاجة دي تقدر ان هي تلاقيها بالشكل ده دي كده اهم الكلمات المفتاحية وبعد كده بادوس بابلش ابتدي ان هو بينشر معي البوست بتاعي بشكل مجاني تماما تماما بعد اما المنشور بتاعنا اتنشر هتعمل هتلاقي ان المنشور بتاعك شغال بشكل جميل جدا بدل ما كنا نحط صورة لا حطينا فيديو عشان نجزب الجمهور بشكل فعال اكتر طبع للجمهور بيلاقي العنوان بتاع الكتاب بتاع حضرتك بيلاقي المقدمة بتاعت حضرتك مكتوبة كل الكلام ده سهل وبسيط وبتقدر ان انت تتابع بعد كده عدد الناس اللي داست على المنشور بتاعك واللي بتاعت ان هي تتحول من بنت الريست للكتاب بتاع حضرتك على موقع درافت تو ديجيتالو طبعا اي حد بيدوس عليك كده بيروح على الكتاب بتاع حضرتك بالنسبة للجزء بتاع صاحب الارباح بيدوس على كلمة اكاونت من فوق على الشمال كده بعد كده هتبتدي ان حضرتك تتوجه لجزئية خاصة بالبيمنت اوبشنز بعد كده حضرتك بتلاقي كزا طريقة دفع متاحة في الموقع عندك شيك بيوصلك لحد البيت طبعا الشيك ده انت لازم تختار الدولة بتاعتك هتلاقي مصر سوريا المغرب الجزائر كل الدول موجودة بعد كده بتحط عنوانك مدنتك البلد بتاعتك الرقم البريدي رقم تليفونك وبعد ما بتخلص الكلام ده كله بتدوس صمت طبعا في شيك في بيبل البيبل من غير حد ادنى للسحب تحط الايميل بتاعك من هنا فيه بعد كده البيونير وفيه بعد كده التحويل البنكي كل دوت متاح على الموقع ينفع ان حضرتك تسحب بي بس اما حاجة تحط البيانات بتاعتك صحيحة في الجزئية دي اتمنى لحد كده تكون استفدت معي في حلقة النهاردة اتمنى تكون حلقة سهلة وبسيطة لأي مبتدل لان هي فعلا كلها ادواتها مجانية ومن غير اي رسميال اطلاقا ولو فعلا حسيت ان الحلقة دي مميزة بالنسبة لك يا ري تدعي لي دعوة حلوة وكمان متنساش تدعمني بعمل لايك واشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس لان وجودك معي بيشجعني وبيدعمني اقدم محتوى اقوى واكتر من اللي انا شرحته سابقا بشكرككم مرة تانية الى اللقاء فعالها جديدة من فكرة تانية